في خطوة لافتة سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين ببناء ألف منزل في مناطق مصنفة جيم بحسب اتفاق أوسلو لم تترك إسرائيل فسحة زمنية لكشف ما وراء قرارها فسارعت بالإعلان عن عزمها بناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفات الغربية وزارة الخارجية الفلسطينية علقت على القرار بالقول إنه تضليل للرأي العام العالمي ومحاولة لطبيض وشرعنة الاستيطان تعمل على تسويقها للرأي العام العالمي وكأنها كرم كبير ومن من الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني علما بأن هذا البناء الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة هو حق فلسطيني أصيل كفي له القانون الدولي 60% من الضفات الغربية هي مناطق مصنفة جيم تخضع أمنيا وإداريا لسلطات الاحتلال وترفض منحة رخيصة بناء فيها يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني واضح من هذا الكلام لأن الفلسطينيين يجب أن يرفضوا رفضا تاما أن يأخذوا أي تصريح من الإسرائيليين في مناطق سي لأنه في المجرد نوافق على هذا المبدأ معناتهم أيضا يشرع الاستيطان للإسرائيليين في تقارير نشرتها منظمات دولية في الضفات الغربية أشارت فيها أن إسرائيل هدمت منذ مطلع العام الجاري 474 منزلا فلسطينيا مقابل مصادقتها على بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية تريد إسرائيل إرضاء مستوطنيها بزيادة البناء الاستيطاني عقب قرارها السماحة لفلسطينيين بالبناء بعدد محدود قرار حذرت منه جهة رسمية وقانونية كخديعة للفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني يارى العمل العربي رام الله